السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك لفيديو اذا ما كنتم اشترف القناة اشترف القناة وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم طريقة تفعيل او تعطيل صوت الكيبورد اذا نروح نفتح الكيبورد نريد نكتب اي شي في اي مكان في ميسج في اي مكان نسمى شوفون اسمع في صوت كيف تعطل او تفعل الصوت اذا كان صامت او كيف تعطل اذا كان الصوت مفعل الطريقة جدا سهل نروح للشرح اوكي طبعا هذي الطريقة اللي هواتف سامسونج اوكي نروح نفتح الاعدادات الناس ما يشوفون بالضغط على هذا افتح لوحة التحكم واضغط على زر الترس اوكي الحين بعد ما تضغط على الزر الترس اختار الصوت والاحتزازات مثل ما تشوفون الصوت والاحتزازات اضغط عليها اوكي الحين انزل انزل لتحت بتحصل هني التحكم بالاحتزازات او صوت النظام هذا الخيار اضغط عليها اوكي هني بتحصل اوكي بتحصل اوكي هني بتحصل اوكي لوحة المفاتيح مثل ما تشوفون سامسونج نسمة شوفون اوكي افعل هذا الخيار بهذا الطريقة خلاص يعني تعطل هذا الخيار اذا كان تريد توقف الصوت اذا تفعل الصوت فعل هذا الخيار خلاص بهذا الطريقة الصوت معطل مثل ما تشوفون خلنا ابيض يعني الصوت معطل اذا نكتب نفتح اي الكيبورد اذا نكتب شوفوا كيف ما في صوت صامت اما اذا يعني فعلنا الصوت انسوا شوفوا لو فعلنا هذا الخيار يرجع الصوت مثل ما هو وبس هذا هو طريقة تفعيل وتعطيل صوت لوحة المفاتيح على نظام اندرويد اهالي حاتف سامسونج اذا اعجبك المقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما كنت مش ترفقه ما اشترف قناة وفعل زراجز بسم الله السلام السلام